بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات والدرس الثاني من الوحدة الثانية في البداية هذه تذكرة ببعض القوانين الصفية التي ينبغي الالتزام بها أثناء سير الحصة أرجو من الجميع الالتزام بهذه القوانين هذه البداية بالتهيئة الحافزة ومع تقييم القبلي كل منكم الآن سوف يدخل هذا الرابط ويلعب هذه اللعبة الشيقة حنوان درسنا اليوم رسم المستقيمات المتوازية والمتعمدة وفي نهاية الحصة سنصبح متميزين في رسم المستقيمات المتوازية والمتقاطعة والمتعمدة وتحديدها في الأشكال الثنائية الأبعاد هيا بنا هيا بنا نتعرف على مفردات درسنا اليوم أولا المستقيمات المتوازية هي المستقيمات التي تبتعد مسافة واحدة عن بعضها البعض دائما ولا تلتقي كما ترون في هذه الصورة أعزائي الطلبة المستقيمات مستقيمين متوازيين فهذا هو شرط المستقيمات المتوازية تسير في نفس الاتجاه مع وجود مسافة بينهما وعدم الالتقاء لا يلتقيان في نقطة واحدة لأنهما إذا التقيا في نقطة واحدة سوف نعرف أنهما ليس مستقيمين متوازيين وسيكون معناهما كما سنعرف لاحقا بمستقيمات متقاطعة ثاني مفردات درسنا اليوم المستقيمات المتقاطعة وهي المستقيمات التي تلتقي وتتقاطى مع بعضها البعض في نقطة واحدة كما ترون في هذا الشكل المستقيم AB و CD يلتقيان ويتقاطعان مع بعضهم البعض في هذه النقطة عند ذلك نقول أن هذين المستقيمين مستقيمين متقاطعين ثالثا المستقيمات المتعامدة وهي المستقيمات التي تلتقي وتتقاطع مع بعضها البعض التي تكون زاوية قائمة إذن المستقيمات المتعامدة هي نوع من المستقيمات المتقاطعة ولكن هنا شرط في هذه المستقيمات المتعامدة لنقول عنها أنها مستقيمات متعامدة لابد أن تتقاطع وينتج منها زاوية قائمة وأنتم تعلمون أن الزاوية القائمة ما هي قياسها إذا سألنا سؤال تحدي نعم الزاوية القائمة قياسها تسعين درجة كما ترون وهذا يكون رسمها إذن المستقيمات المتعامدة هي نوع من المستقيمات المتقاطعة إذن إذا وجدنا مستقيمين أو مجموعة من المستقيمات متقاطعة مع بعضهم البعض بزاوية قائمة نقول عنها أنها مستقيمات متعامدة أما إذا تقاطع مع بعضهم البعض بأي زاوية أخرى نقول عنها أنها مستقيمات متعامدة أرجاء الانتباه لهذه النقطة الهامة للتفريق بين المستقيمات المتعامدة والمتقاطعة أما المستقيمات المتوازية التي تحدثنا عنها أولا هذه حالة لواحدها لأنهم مستقيمان أو مستقيمات تسير في نفس الاتجاه مع وجود مسافة بينهما ولا يلتقيان أو يتقاطع أما إذا تقاطع بأي زاوية أقل أو أكثر من التشعين نقول أن هذه المستقيمات متقاطعة أما إذا تقاطع بزاوية قائمة نقول أن هذه المستقيمات متعامدة وإليكم بعض الأنشطة النشاط الأول صفح هذا الشكل هل هذين المستقيمين متوازيان أم متعامدان أم متقاطعان النشاط الثاني ارسم خطا يصل بين كل مصطلح مما يلي ومثاله أمامك هنا متقاطعة ولكن ليست متعامدة متوازية وهنا متعامدة صل بين المستقيمات ونوعها فيما هو مقابل لها هذا التمرين يحاكي اختبارات التيمزة الدولية وهذا نشاط جماعي على حسب مستويات كل فريق كل فريق سيدخل اللينك الخاص بلون فريقه الفريق الأصفر يدخل الرابط الأول الفريق الأزرق سوف يدخل الرابط الثاني والفريق الأخضر سوف يدخل الرابط الثالث أمامكم أربع دقائق من الآن يمكنكم البدء الآن ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا التقييم الختامي لحصتنا اليوم وهذا هو نشاط غلق الحصة كل منكم سيطلب منه دخول هذا الرابط على Quizzes Site ويلعب هذه اللعبة الشيقة ترجمة نانسي قنقر